الرياضة نصيحة الأطباء الدائمة لصحة أفضل وطاقة جيدة ووزن مثالي اعتاد بعض الناس ممارسة الرياضة منتظام خلال جميع أيام السنة لكنهم ربما يحتارون في كيفية ووقت ممارستها خلال الشهر الفضيل لكن للأطباء وخاصة المهتمون بالطب الرياضي نصائح عديدة تبدو بمثابة إرشادات يجب التقيد بها لمن لا يستطيع التخلي عن ممارسة الرياضة أول شيء الحقيقة بموضوع الرياضة خلال رمضان الملفت للنظر أنه فقط يتعرض للمشكلة من يمارس الرياضة أصلا فأنا كلامي موجه حصرا لمن هو معتاد على الرياضة الأسبوعية يعني يذهب للجم مثلا مرتين ثلاثة بالأسبوع أو حتى يوميا فهي هي العينة اللي ممكن يستفيد من كلامنا من الأنفسها أيضا الإنسان اللي أصلا مو معتاد على الرياضة فإنه كونه صائم وغير صائم هو أصلا برات الصيام ما كان يعمل الرياضة فالكلام ما بيأثر عليه كتير وإله إله مواصفات معين إذا إنسان غير معتاد على الرياضة وبدو يساوي فجأة وجدته الهمة برمضان فهذا إله مواصفات ومتطلبات معينة ممكن إذا حبيتي نتطرق له لاحقا فالنقطة الأولى أنه كيف يتأقلم المعتاد على الرياضة مع رمضان فأنا شخصيا الحقيقة أنا أذهب للجم يعني عدة مرات في الأسبوع فأنصح أنه يختار وقت ثابت من النهار ليمارس الرياضة فيه فمثلا قبيل الفطور يختار مثلا آخر ساعتين من الصيام ليمارس الرياضة فهيك هو ببرمج سوائل جسمه وشوارد جسمه والإنسولين والسكاكر في دمه بحيث أنه الجسم يعتاد على الروتين معين خلال 24 ساعة نحن نتخيل أنه في عنا دورة 24 ساعة من الطعام والشراب والإفطار والصيام فهو إذا برمج جسمه على ساعة ثابتة من النهار فأسهل عليه للاحتمال الأطوال ومن نفس الوقت إذا قرب الوقت الرياضة إلى وقت الإفطار فهو يأتي مكافأة لجسمه أنه قريبا جدا التجفف الذي يحصل وفقدان السوائل وفقدان الشوارد وحرق الكلوكوزي الذي يصير سيأتي مكافأة قريبة التي هي الإفطار وبحسب نصائح المختصين تجب ممارسة الرياضة في جو معتدل الحرارة لأن الجو الحار يزيد من فقدان الجسم للسوائل ما يؤدي للجفاف والعطش الحقيقة هالشيه له علاقة بحرارة الجو المحيط يعني إذا الإنسان عم يمارس الرياضة بجيم ومكيف فهذا الفقدان الحروري هو غير موجود حتى لو كان ببلد مثل إمارات مثلا بلد حار فنحن محميين باستمرار خلال 24 ساعة محميين من الحرارة العالية وفقدان السوائل والتعرق الشديد فلذلك بهذه المواصفات المخاطر الصحية كانت تكون معدومة بل على عكس لها بعض الفوائد فالشاب أو الإمرأة التي ترغب بتحريك شحوم جسمها تستطيع الوصول إلى هذه الشحوم الصعبة بعد فترة صيام الآراء ربما تختلف لمن يود ممارسة الرياضة بعد الفطور وهذا يرتبط بشكل كبير بما تم تناوله أثناء وجبة الفطور وبعدها من وجبات دسمة وحلويات لذلك فالأفضل ممارسة الرياضة بعد وجبة الفطور بساعتين فإذا إنسان برمضان أفرط في الأكل فممكن يتناول بسهولة بوجبة فيها ألفين حريرة بطاقة واحدة مثل ما يقولون وبعدين يلحقها بحلويات وبعدين ويتسحر ويأخذ بسحب فلازم الإنسان يكون واعي للميزان الحريري على مدى 24 ساعة ليتأكد أنه هل هو عنده فائض بالحريرات والعجز هل هو يرغب بزيادة وزنه لأنه برمضان ممكن الواحد بسهولة يزيد وزنه إذا أفرط في الأكل لأنه عم يأخذ حريرات أكتر وعم يأكل أنواع من الأكل الدسم لم يعتد عليها خارج رمضان فلذلك هاي ناحية لازم تأخذ بالانتبار الكم السعرات الحريرية اللي أكلها الإنسان والناحية تانية حتماً المشي بعض الإفطار ولكل الناس حتى الغير اللي مو أعتادين رياضة حتماً جيد حتماً ينشط الإنسان حتماً يساعد على حرق الكم الفائض من الحريرات فهذا الشيء أكيد محبز لتسهيل الهضم لتحريك الجملة العصبية والجملة الهيكلية العظام والعضلات والمفاصل فهي فرصة كمان أن الواحد يمارس الرياضة حتى لو لم يكن معتاد عليها بعد الإفطار فيها كحالي لا شك أن لممارسة الرياضة خلال الصوم خطورة معينة لأنه عند الصوم تنقص الطاقة والسوائل ما يؤدي إلى التعب والجفاف لذلك يجب تخزين كمية كبيرة من السوائل في الجسم من خلال شرب الماء بكثرة قبل بدء الصوم وتجنب ممارسة التمارين الشاقة